صباح الخير لكم جميعاً هذه الجلسة العاشرة لمجلس الوزراء وهذا يوم تاريخي ويوم مشهود في تاريخ القضية الفلسطينية غداً تنطلق في المنامة عاصمة البحرين ورشة عمل يقال عنها أنها لدعم الاقتصاد الفلسطيني وامبارح قرأنا بعض الوثائق المتعلقة بهذه الورشة وجدنا محتوها هزيل وستكون مخرجاتها عقيمة هذا المؤتمر اللي حتى التمثيل فيه لم يكن كما يجب أهم ما فيه تمثيل في المؤتمر أن فلسطين غائبة عن هذا المؤتمر بل نحن رفضنا أن نشارك في هذا المؤتمر هذا المؤتمر هو بالمجمل العام بغيابنا يسقط الشرعي والقضية الفلسطينية هو حلها سياسي متمثل بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا وسيكون بإمكاننا بناء اقتصاد مستقل عندما ينتهي هذا الاحتلال من يريد السلام والازدهار للشعب الفلسطيني فليدعو إسرائيل لوقف سركة الأرض ومصادرة أموالنا ومصادرة مصادرنا الطبيعية ومقدراتنا وليدعو إسرائيل ويفرض عليها إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتخلص من تبعياته وفك الحصار عن قطاع غزة والالتزام بما يمليه القانون الدولي والقرارات الدولية لا زالت إسرائيل تحتجز أموالنا ووضعنا المالي صعب لكننا ثابتون على موقفنا بأن لا نستلم أموالنا منقوصة ولا نقبل بالكرصنة الإسرائيلية ولا أن يسم شهدائنا وأسرانا بالإرهاب نبحث عن حلول ولدينا بعض الخطط ولكن الحل الجذري هو أن تقوم إسرائيل بعادة أموالنا كاملة نرحب بما جاء في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذي عقد لبحث مساعدتنا في مواجهة الأزمة المالية آملين أن تترجم شبكة الأمان المالية العربية إلى واقع يشكر مجلس الوزراء مبادرة القطاع الخاص لإقراض الحكومة هذه المبادرة ما زالت في مراحل الدراسة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عندما يتم ترجمتها إلى واقع القطاع الخاص الفلسطيني كان دوما مكون وطني حيوي في القضية الفلسطينية وهنا ندعو الشركات لتحمل جزء من العبء عن كتف الموظفين بإيجاد آليات لتقصيط الالتزامات أو تأجيل جزء منها بما لا يضر بمصلحة أي من الطرفين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تواصلت مع المؤسسات التعليمية والجامعات في الوطن من أجل مراعاة الظروف المالية للطلبة نتيجة الوضع المالي وهناك بوادر إيجابية من عدد كبير من الجامعات التي سهلت عملية التسجيل للطلبة وندعو بقية الجامعات لأن تحذو حدوها شكرا جزيلا